السلام عليكم طلاب الصف الثالث لدينا موضوع قواعد من مواضيع الوحدة الخامسة زمن المستقبل البسيط زمن المستقبل البسيط future simple tense المستقبل البسيط طبعا بهذا الزمن راح نستخدم الفعل المساعد will بهذا الزمن راح نستخدم الفعل المساعد will نستخدم هذا الزمن عند التخطيط لعمل شيء معين في زمن المستقبل لعمل شيء معين في زمن المستقبل بهذا الزمن راح نستخدم الفعل المساعد will وعندي دلائل عندي دلائل الدل على هذا الزمن الدل على هذا الزمن عندي مجموعة كلمات منتج هذه الكلمات بالجملة نعرف بأن هذا زمن مستقبل بسيط دلائل هذا الزمن كلمة tomorrow غدا soon next تالي أو القادم later لاحقا in the future في المستقبل دلائل هذا الزمن tomorrow soon next later in the future طبعا عندي جملة مثبتة وعندي جملة منفية وعندي جملة استفهامية راح ناخذ حالة الإثبات ناخذ حالة الإثبات وناخذ ترتيبة جملة المثبتة شلون يكون وعدنا أسئلة وزارية طريقة أسئلة وزارية عن حالة الإثبات وناخذ الجملة المنفية وطريقة الأسئلة عليها والجملة الاستفهامية وطريقة الأسئلة عليها فراح نبدأ بحالة الإثبات affirmative affirmative الإثبات يكون ترتيبة جملة المثبتة أول شيء الفاعل أول شيء الفاعل أما يكون على شكل رمير أو على شكل اسم مفرد أو اسم جمع الفاعل أول شيء بعد الفاعل بعد الفاعل بعد يجيني فعل مجرد فعل مجرد من العمود الأول للأفعال فعل مصدر خالي من أي إضافة خالي من إضافة D, E, D, S, E, S, I, N, G فعل مجرد خالي من أي إضافة وتكملة الجملة فعندي affirmative حالة الإثبات affirmative ترتيب الجملة المثبتة يكون أول شيء الفاعل بعد الفاعل وال بعد وال يجيني فعل مجرد بعدين تكملت الجملة انتبهوا على وضع الفعل وال ربما بالوزار يقول لك ادخل الفعل وال في الجملة أو ربما يجيب لك اختيارات اختار الفعل الصحيح لازم نختار الفعل المجرد شوفوا هذه جملة they will write the story next week they will write the story next week شوفوا they الفاعل will فعل مساعد write فعل مجرد the story next week هاي تكملة الجملة شوفوا عندي كلمة next من دلائل المستقبل ادل على زمن المستقبل نجيب على طريقة الأسئلة شوفوا هذا السؤال I فاعل فعل داخل القوسية travel to London tomorrow I travel to London tomorrow use will استخدم will يريد نضع will داخل الجملة نخلي will داخل الجملة use will استخدم will will تكون بعد الفاعل الفاعل اول كلمة بالجملة اول كلمة بالجملة will بعد الفاعل فقط ندخل will بالجملة وننقل الجملة كما هي I الفاعل ينزل نخلي will ونكمل بقية الجملة للأخير travel to London tomorrow نزل الفاعل I will ونكمل بقية الجملة للأخير travel to London tomorrow طريقة سؤال آخر نختار الفاعل الصحيح go going to go شوفاني بعد will لازم يجيني فاعل مجرد خالي من أي إضافة نيجي على الاختيارات ندى will go going to go أولا going ضايف لوايا انجي هذا فاعل مو مجرد نيجي هنا هذا مو مجرد مخليلي قبل go to to go هذا مو مجرد الجواب الصحيح go هو الفعل المجرد الجواب الصحيح go عندي سؤال آخر نختار الكلمة الدل على هذا الزمن أنا عندي عندي بجملة will عندي فعل مجرد وعندي اختيارات عندي will وعندي فعل مجرد وعندي هنا دلائل مال أزمنة شوفوا عندي will وفعل مجرد يعني هذه جملة جملة مستقبل بسيط I will buy a new car next last now here نختار الكلمة الدالة على هذا الزمن أولا نجي هنا now now من دلائل المضارع المستمر ما يصير نختارها last من دلائل الماضي البسيط next هي الكلمة الصحيح والاختيار الصحيح لأن هي من دلائل زمن المستقبل انتهينا من حالة الإثبات وطريقة الأسئلة على حالة الإثبات نجي عنا في negative الجملة المنفية negative فقط نضع 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 بعد الفعل ننقل الجملة كما هي ننقل الجملة كما هي فقط نضع نوت بعد وال فقط نضع نوت بعد وال وهي ترتيبة الجملة المنفية فاعل ويل نوت فعل مجرد تكملة فاعل ويل نوت فاعل مجرد تكملة فقط نضع نوت بعد الفعل وننقل الجملة كما هي she will drink coffee tomorrow she will drink coffee tomorrow negative يعني سوى جملة نفي شوفوا هذا الفعل فقط نضع بعد وال نوت وننقل الجملة كما هي she will not drink coffee tomorrow she will drink coffee tomorrow she will not drink coffee tomorrow عندي هنا شوف هذا الجملة فاعل عندي داخل قوسي النوت فعل مجرد تكملة الجملة the story next week useful استخدم الفعل هاي جملة من فيه جملة من زمن المستقبل من فيه عندي نوت فعل مجرد تكملة فاعل استخدم will موقع will بالجملة يكون بعد الفاعل الفاعل بالبداية أول شي بالجملة الفاعل will تكون بعد الفاعل بعد الفاعل فمجرد نخلي will بعد الفاعل هذا الفاعل نخلي will بعد الفاعل ونكمل الجملة نقولها كما هي he will not write the story next week he will not write the story next week نجي على الجملة الاستفامية الجملة الاستفامية question question سؤال الجملة الاستفامية فيها الجملة الاستفامية نقدم الفعل will على الفاعل راح تكون عندي جملة بادية فاعل وفعل مساعد will نقدم الفعل will على الفاعل يعني راح نخلي الفعل المساعد will بمكان الفاعل والفاعل نخليه بمكان will يعني أول كلمة وثاني كلمة نعكس كلمة مكان كلمة نخلي الفاعل مكان الفعل والفعل مكان الفاعل ونضع علامة الاستفهام في نهاية الجملة ونضع علامة الاستفهام في نهاية الجملة She will go to school tomorrow She will go to school tomorrow أريد أن نسأل هذا الجملة الاستفهامية بصيغة السؤال راح أجيب الفعل مكان الفاعل والفاعل يرجع مكان الفعل Will she go to school tomorrow خلي بالأخير علامة الاستفهام فهي ترتيبة جملة الاستفهامية Will فاعل فعل مجرد تكمله Will فاعل فعل مجرد تكمله They will cook the dinner together They will cook the dinner together Question Ask a question يعني سوى جملة الاستفهامية نجيب الفعل المساعد مكان الفاعل والفعل يرجع مكان الفعل المساعد They will راح أصير Will they وننقل الجملة للأخير كما هي Cook the dinner together بلأخير علامة استفهام انتهينا من موضوع من موضوع زمن المستقبل البسيط اللي هو من مواضيع الوحدة الخامسة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة